اهلا وسهلا بكم من جديد انتهى امر قانون العفو العام شميلة من شمل واستثنى من استثنى وطرف ثالث في انتظار تسويات او مصالحات تجري لاسقاط اصحاب الحق حقوقهم الشخصية لتسري عليه بنود هذا القانون في خلفية مشهد المبتهجين بالافراج عنهم والمسرورين بخروج ذويهم من غياب السجن تبدو فئة بعينها لم يشملها العفو برغم انها كانت بالانتظار في ظروف حالة الانكماش الاقتصادي التي تعيشها الولاد منذ سنوات تعثرت نسبة غير قليلة من فئة التجار والصناعيين والحرافيين وغيرهم واصبحت غير قادرة على الوفاة بالتزاماتها ليس لان نيتها مبيتة على عدم الوفاة بل لانها غير قادرة هذه الفئة ليست قليلة العدد تقدر بعشرات الالاف هؤلاء اليوم بعد ان صدر القانون ولم يشملهم باتوا اقرب الى السجن منه الى الحرية اذا ما المطلوب هؤلاء اذا ما جرى تنفيذ احكام ماء القانون عليهم يحتاجون الى مراكز اصلاح اضافية كثيرة لجهة ارتفاع عددهم ونفقات كثيرة الكل يخشى ان تضطر الحكومة لانفاذ احكام القانون ان تجتزئ مخصصات بنود اخرى في الموازنة لتودعهم السجن فما العمل نهاية العام الماضي نشر بالجريدة الرسمية قانون الاعصار فما هو هذا القانون وهل يمكن ان تستفيد من هذه الفئة اسئلة كثيرة بهذا الخصوص نحاول اليوم الاجابة عنها مع الاستاذ المحامي عبدالله الزبيدي اهلا وسهلا بك سيدي الكريم اذا فلنبدأ بمصطلح قانون الاعصار ما الفرق بينه وبين قانون الافلاس الافلاس هو يقتصر على موضوع تصفية اموال المدين وتقسيم امواله على الدائنين بينما الاعصار هو يتيح المجال للاستمرار في النشاط الاقتصادي وبالتالي يسمح للتاجر في الاستمرار في العمل ويسمح له ايضا في الخروج من التعثر وبالتالي سداد ديونه يعني ما بيقع تحت مظلة افلاس وتوقف نشاطه تماما يعني اذا احنا بدنا نوضح لما نحكي عن الفرق بين الافلاس وبين الاعصار في حالة الافلاس بتوقف في الاعمال في النشاط التجاري ولا يسمح له بممارسة اي نشاط تجاري بعد قرار الافلاس تمام اذا ما منبررات اصدار هذا القانون حتى للحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني لانه تاجر لما يستمر في نشاطه التجاري بيسمح للموظفين انهم يستمروا في اعمالهم في وظائفهم ما بيصفيش انه بطالة ما بصفيش انه هذا الموظف ممكن يطلع يفقد عمله وبالتالي يعاني من صعوبة ايجاد عمل جديد صحيح يعني بالاخير احنا لما نتحدث عن قانون الاعصار هو بالاخير داعم للمواطن الاردنية حتى يتمكن من الخروج من الازمة الاقتصادية والهدف ايضا من الاعصار هو حماية الدائنين من جهة اخرى نعم لانه يعني الحبس لا نتيجة يعني مرجوة منه يعني ما فيش فائدين من الحبس صحيح اذا خلينا نحكي عن قانون العفو العام هذول الاشخاص اللي الاتحدثنا عنهم غير مشمولين كانوا بالعفو العام كيف رح يكون في خلينا نحكي استفادة الاكبر في قانون الاعصار لهذه الفئة الان اذا كان هذول الاشخاص ينطبق عليهم قانون الاعصار نعم يستطيع ان يذهب الى المحكمة بتقديم طلب باشهار الاعصار نعم من خلال هذا الطلب اذا كانت شروط متوافرة كانت كافة شروط متوافرة يحصل على قرار باشهار الاعصار وبالتالي تعيين وكيل يسمى بوكيل الاعصار يقوم بادارة اموال هذا الشخص والديون سواء التي له او عليه وبالتالي تنظيم عملية سداد هذه الديون وتحصيل الديون التي له من يعين هذا الوكيل المحكمة هي من تقوم بتعين هذا الوكيل تمام وهناك اجراءات كثيرة لهذا الامر بعد اذنك استاذ اطلعنا على التفاصيل متطلبات اشهار هذا الاعصار يعني ايش هي الاشياء الاساسية التي يجب ان تتوفر هناك العديد من الاوراق لابد من تقديمها من ضمن ذلك الاقرار من الشخص المعشر انه دخل في مرحلة الاعصار الفعلي والاعصار الوشيك طبعا الاعصار الوشيك هو المقصود في انه يكون متوقع بعد فترة انه لا يستطيع سداد ديونه بينما هو على في الحالي في الوقت الحالي يستطيع يعني قادر على انه يسد هذه الديون نعم الاعصار الفعلي هو انه فعليا حاليا لا يستطيع سداد ديونه تماما طبعا عندما نتحدث عن المواطن العادي هل سيستفيد من هذا القانون الشخص الطبيعي لا يستفيد من هذا القانون لانه القانون حدد الفئات التي يشملها هذا القانون وهم التجار واصحاب المهن والشركات تمام واستثناء ايضا فئات معينة من ضمنها البنوك الشركات التأمين البلديات الوزارات والمؤسسات الحكومية طب ايش هو القانون الممكن يستفيد منه الشخص العادي اذا هيك هو للأسف يعني ما فيه يعني هو كان فيه اشي اسمه اعصار مدني نعم ولكن مع وجود هذا الاعصار صفة الاعصار المدني قانون عام او خلنحكي نصوص عامة وبالتالي في قاعدة بالقانون تحكي الخاصة قيد العام نعم مدام انه فيه قانون خاص نظم عملية الاعصار والاشخاص المشمولين في قانون الاعصار صفة الاعصار المدني هو قانون عام او نصوص عامة تمام يعني الشخص العادي مثلا اذا الشخص عليه شكات اي قضايا شخصية ما رح يقدر يستفيد الا اذا كان صاحب مهنة او تاجر او صاحب شركة او مؤسسة فردية طيب اذا تحدثنا عن اشي الاشياء المطلوبة من المواطن حتى يدر انه يتقدم لطلب الاعصار وما هي الخطوات التالية الآن هناك مراحل بعد ما يتقدم كافة الشروط متوافرة هناك مراحل يمر فيها الاعصار وهي المرحلة التمهيدية تسمى المرحلة التمهيدية بعد اشار الاعصار يقوم وكيل الاعصار بحصر ذمة الاعصار ومعرفة من هم الدائنين والمدينين قيمة المديونية جمع المعلومات وبالتالي تحليل فيما اذا كان هناك امكانية للاستمرار في النشاط التجاري ام لا بعد ذلك ينتقل لمرحلة اخرى وهي مرحلة اعادة التنظيم وانا بسميها مرحلة المفاوضات وهي يقوم بها بالتواصل مع مدينين الدائنين المدين لوضع خطة تنظيمية لعملية سداد الدين تمام اذا فشلت هاي المرحلة او تعذر الوصول لها او لسبب من ما او اخر ينتقل الى مرحلة اخرى وهي مرحلة التصفية تمام وبهاي المرحلة ايش بصير تم تصفية اموال المدين وتوزيع الاموال على الدائنين يعني زي هاي التصفية اللي كانت تتصير بالافلاس تمام يعني في هذه الحالة بصفية قانون الافلاس لانه هاي المرحلة يعني خلاص هي اخر مرحلة وصل الها الوكيل الاعسار بعد ما عجز عن يعني اعداد خطة تنظيمية لسداد الديون وتحصيل الديون يعني هلأ في حالات معينة في المحاكم تم العمل بها في قانون الاعسار حاليا يعني في ناس كثير حابة انه تعمل اعسار وتقدم ويعني منحكي لسا لازالت المحكمة يعني ما ايجا عندها قضايا فعلية او في يعني خل نحكي بداية يعني لسا ممكن مجموعة قضايا لا تجاوز العشرة يعني وذلك كون هذا القانون حديث وكبير جدا يترضمن العديد من المواد والاجراءات التفصيلية وهو بحاجة الى انظمة وتعديلات ايضا تنظم عملية سير هذا القانون ولتحقيق الهدف من وجوده حيث ان يعني تعيين وكيل الاعسار لم يحدد هذا القانون يعني كيف اليه تعيين هذا الوكيل ورغم انه اعطى هذه الصفة ايضا للشخص الطبيعي والشخص المعنوي يعني من الممكن ان تكون شركة وكيل اعسار على شركة اخرى فبالتالي اعطاء ترخيص لهذه الشركة لموارسة عمل وكيل اعسار يعني ليس بالامر السهل وبالتالي بحاجة الى تنظيم يعني هل ممكن انه يكون وكيل اعسار افراد وممكن يكون شركات ممكن يكون افراد نعم طب واذا كانوا افراد مين ممكن انهم يكونوا وهل رح يتم الدفع لقلهم ومين رح يدفعهم الافراد يعني سواء كان افراد او شركات طبعا الافراد لازم يكون حاصل على شهادة جامعية تختص مثلا بادارة اعمال محاسبة قانون ان يكون له خمس سنوات خبرة يعني ما يكون عليه احكام جنائية يعني فيه شروط معينة حسا بالنسبة الى اتعاب هذا الوكيل القانون اشترط انه يعني تعيين اتعاب الوكيل الاعسار عند تعيينه مباشرة يعني مش زي ما كنا نصطدم بقانون الافلاس انه ما كانوا يعينه اتعابه وكان يضطر انه يستنى يعني لنهاية المطاف نعم طب لما نتحدث احنا تحديدا عن هذه التعينات يعني بالاخير احنا لما نحكي عن اشخاص عم بيواجهوا قانون الاعسار في هذه اللحظات بيكونوا مماديا غير قادرين على الدفع فانه من يتكفل في دفع هذه المبالغ هو اذا كان هناك اموال يتم دفعها في حال انه ما كان في اموال يعني تقاضى مبلغ مقطوع تحدده المحكمة وطبعا القانون ما حدد يعني كم تكون هذه الاتعاب وهذا الحكي يعني لازم يصدر فيه نظام لانه القانون حدد انه لازم يوجد نظام لتحديد اتعاب وكيل الاعسار مية بالمية يعني واضح من البداية انه في امور لابد من توضيحها اكثر واكثر من قبل الحكومة حتى نتلافق العديد من المشاكل ممكن انه نقع فيها خلينا نحكي عن احد البنود اللي تم ذكر فيها اقارب الاشخاص المقدمين على الاعسار لماذا تم ذكر الاقارب وما الهدف منها تمام الاقارب هم المقصود فيهم الزوجة والاقارب لغاية الدرجة الرابعة والهدف بتصوري هو لم يحدد لماذا تم ذكر هؤلاء الاشخاص وهو بتصوري انه تنظيم عملية الاموال يعني ما يصير فيه نقل اموال بين المعسر والزوج هذول الاشخاص ايضا ممكن يكون لهم اطلاع على الوضع المالي ممكن يكون لهم ممكن يكونوا شركاء له ولكن غير راهرين يعني للعيان وبالتالي من الممكن انه عدم مراقبتهم او عدم ذكرهم ممكن يسبب مشاكل تواجه وكيل الاعسار فيما بعد نعم طيب في هذه الحالة رح يتم استدعاء هذه الاطراف الى المحكمة من الممكن نعم من الممكن طيب عندما نتحدث عن الاشخاص المقدمين لقانون الاعسار هل رح يكونوا قادعين لنفس الشروط والاحكام اللي بيخضع لها الاشخاص اللي بيكونوا ملنين افلاسهم مثل مثلا منعهم من السفر والعديد من الاشخاص لا منع السفر لا هو لا ينطبق على المدينة المعسر لانه هو بحاجة الى انه يكمل بالنشاط التجاري يظل موجود بالبلد يشتغل بالتالي ما يوقع ما يظل متعثر تمام هذا الهدف من وجود قانون الاعسار يعني انه يكمل نشاطه التجاري يعني برأيك كيف ممكن انه نفصل بين الاشخاص اللي لازم يتم اعلان افلاسهم بين اعلان الاعسار لانه انا بصراحة وبرأيي العديد من المشاهدين ممكن يلاقوا فيه لخبطة ما بين هذول القانونين قريبين جدا من بعض صحيح صحيح هو الافلاس اختي كان يعني حكيت لك هو كان يعني يعني بصفي الشركة بنهي بنهي النشاط التجاري ببطل التاجر قادر على انه يستمر بينما الاعسار هو اتاح الفرصة للتاجر انه يستمر انه ما يظل متعثر ما يزيد حجم ديونه يعني عشان يظل فيه عنده اموال يقدر يوصل لمرحلة انه يشدد كافة الديون والانتزامات المالية اللي عليه هذه النقطة واضحة ولكن يعني فلنذهب الى نقطة اخرى وهي انه احنا ما نحكي عن فترة التلاتين يوم مثل ما ذكرت من وقت تقديم طلب الاعسار كنا منحكي قبل بدء هذه المقابلة اعطين تفاصيل اكتر عنها الان مجرد ما قدم المدينة المعصر طلب اشهار اعسار المحكمة ملزمة خلال 30 يوم انها تصدر قرار باشهار الاعسار او رد الطلب لان هذا الطلب هو طلب مستعجل ينظر تدقيقا ولا حاجة لدعوة الاطراف لحضور جلسات هذا الطلب ممتاز فانه لما تكون جلسة مستعجلة فهي من مصلحة المواطن بالاخير ومن مصلحة انه تمشي اموره بطريقة السل ويقدر يكمل في العمل في طريقة السل اذا لما نرجع نحكي عن الفرق بين قانون الاعسار وقانون الافلاس الذي كنا قد ذكرناه مسبقا الشبه بناتهم كبير ولكن رح يرجع الموضوع لمين ليحدد اذا لازم يلجأ لقانون الاعسار الان التاجر التاجر او الشركة التغى مفهوم الافلاس بالنسبة لهم بعد تطبيق قانون الاعسار نعم بطل فيه اشي اسمه افلاس نعم يعني هذا القانون بالاخير حيث صار اوضح مرة تانية السبب الرئيسي اللي احنا ذكرنا انه حاليا هي الفرصة العديد من التجار والاشخاص اللي ممكن يكونوا عم بواجه تعثرات حاليا بسبب الاوضاع الاقتصادية فرصة حتى يقدروا انهم يكملوا الاعمال المختلفة بما انه ما شملهم قانون الاعف والعام احنا على امل انه احنا نشوف التغييرات الايجابية في هذا المجال سيدي الكريم الاستاذ المحامي عبداللزبيدي شكرا جزيلا عن تواجدك معنا اليوم على تفاصيل قانون الاعسار اذا مشاهديننا بهذا نكون قد وصلنا الى ختام برنامجنا لليوم اشتركوا في القناة